تلبية لنداء 13 حزبا سياسيا معارضا خرج ألاف الماليين في مسيرة بالعاصمة باماكو احتجاجا على النظام الانتخابي في البلاد والدعوة إلى ولوج وسائل الإعلام المالية المحتكرة وفق المعارضة من طرف نظام الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا وطلب المحتجون كذلك بالسماح للرئيس المالي السابق أمادو توماني توري المقيم في منفاه بالعاصمة السنغالية داكار بالعودة إلى البلاد وتنتقد المعارضة المالية النظام الانتخابي وتقول إنه مفصل على مقاس النظام ولا يمكن قبوله خصوصا وأن البلاد مقبلة على انتخابات بلدية وتشريعية شهر نوفمبر المقبل وكان الرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا قد التقى خلال الأسابيع الماضية عددا من القادة المعارضين كل على حدى لبحث إجراء حوار سياسي وطني والأولويات التي تراها المعارضة المالية ضرورية من أجل النهوض والتقدم وأكد كيتا في خطاب ألقاه مؤخرا في الذكرى السادسة والخمسين على استقلال البلاد أن المشاورات متواصلة مع المعارضة من أجل الحوار لكن خروج المعارضة إلى الشارع يؤشر على أن الطرفين لم يتوصل إلى اتفاق مشترك بهذا الخصوص ويقول المتابعون للشأن المالي إن البلاد ستصبح على مفترق طرق إن تواصل ضغط المعارضة عبر النزول إلى الشارع واستمر الامتعاض في شمال ووسط البلاد من الأوضاع الأمنية وهي أزمات يحاول كي تتجاوزها بالتسويف والتأجيل والدعوة للحوار لكن وطيرة الأحداث أسرع بكثير من ذلك وإن كان الرجل قد طوى سنوات ثلاثا من حكمه بانتهاج هذا النهش إلا أن المستقبل قد يكون أشد ما لم تشرك المعارضة وتتحقق مطالبها وتبذل جهود حقيقية لإرساء الأمن والاستقرار في البلاد التي تعرف ضطرابات أمنية منذ عام 2012